من البلاندور خلينا نروح معك لكاس عالم عندها وإمبارح بالليل اتحددت ملامح الفرق المشاركة بشكل كبير جدا وبالمرس والأهل الكلاكات تاني مرة هيشاركوا في كاس عالم عندها جديدة مع الهلال السعودي بطل أسيا مع تشالسي بطل أوروبا معاهم أكلين سيتي معاهم الجزيرة الإماراتي ومعاهم مونترين مكسيكي من وجهة نظرك اختلاف مشاركة الأهلي في ظل الأسماء اللي أنا قلتها دي السنة عن السنة اللي فاتت وفرص الأهلي في أنه يكسر حاجز البرونزية في كاس العالم اللي جاية طيب أبلغ أي حاجة بس أنا عايز أقول بالمرس ظهر تاني مرة عشان كانوا بيقولوا الفرقة ضعيفة على أداها يعني ماتش مبارك تتفرج عليها تستمتع كور جماعة بطل برازيل وأمريكا الجنوبية مش محتاجين لهم الحاجة تاني بطل برازيل وأمريكا الجنوبية يعني لأ ما إحنا بس بنعتب عن الناس أن ما فيش حد هيوصل كاس عالم غير لما يكون يستحق أن يوصل كاس عالم تمام أدي نمرة واحد نمرة اثنين أنا شايف أن تشيلسي أقوى من بقى نميونخ تمام يعني السنة دي لا بقى كبت لا لا معلش السنة دي تشيلسي أقوى من بقى نميونخ سالفتت أه والله أه دي وكي كنت نظري في القوة تشيلسي السنة دي فرقة متكاملة تشيلسي فرقة ما فيش عندها نقطة ضعف واضحة أه بيلعبوا 3-4-3 تشيلسي بالنسبة لي أقوى من بيرن السنة اللي فات 3-4-3 كما أنزلت لما تحب تتفرج على 3-4-3 هتفرق تشيلسي وشوف بيعملوها إزاي شوف الطرف بيروح فين والسردباك بيوصل لحد فين والطرف العكسي بيوصل لحد فين بص لما تحب تزاكر فعلا تفرج على موت تشيلسي تزاكر بقى يعني مدير فني وعايز يزاكر يجيب تشيلسي وتفرج عليه في 3-4-3 بس الأهلي غير بردو السنة دي في 3-4-3 تمام حل ومش معترض خالص بس أنا بأتكلمك على قوة الفرق بل مراس أعتقد قوي زي ما هو مفيش أي زيادة عليه فرقة الإمارات المستضيفة طبعا أكيد مونتريال فرقة كويسة جدا لو أنت رايح تشارك في البطولة دي ايه التارجة اللي تحطه قدامك وقدام العابتك التاني بيوجة نظر فضية تبقى إنجاز كبير بالنسبة لأهلي يعني مش إنجاز يعني بس يعني خلينا لا إنجاز طبعا كابتنا استنى بس إسماء الله عن أصلي برونزية إنجاز لا إنجاز الإنجاز طبعا نتو تكسب البطولة وإحنا كأهلوية إحنا ضمعين تعالف بس إيه أنا بأتكلم بطريقة وقعية طريقة وقعية إن شاء الله لو القرعة جات في صالحنا ومشينا يعني زي ما تفضل تواجه مين في الأول من الأسماء اللي أنا قلتها لك دي تفضل القرعة لو قلنا أن القرعة خدمتنا مثلا أتمنى فرقة الإمارات وبعدها أوكلاند سيتي وأوكلاند سيتي أتمنى فرقة من الاثنين هي اللي نواجهها في الأول عشان يبقى مباراة أحضرية لقبل النهاية لقبل النهاية إذا أنت هتلعب بالموتش ده هتخش على قبل النهاية على طول فيا رب تبقى مباراة أحضرية كويسة وإن شاء الله بعد كده نقبل بالمراسة ونكسافها تاني طب الأهل يدخل البطولة السنة دي بإيه جديد؟ لا الأهل يدخل بصر أول حاجة جديدة الروح النفسية القدرة التعافي من الفترة اللي فاتت بالتحقيقة البرونزية طموحنا بيعلى سنة عن سنة أنت واخد البطولة الأفريقية وأنت صور يعني حطت رجل على رجل ماشي رايح وأنت تالت عالم لو ما عملتش إنجاز وبقيت تاني أو أول ما ينفعش تقللي عن التالت تمام فدي نفسيا بتدي باور أكبر للعيبة واللعيبة برضو خدت خبرة اللعب الزبط أنا لس أقول لك أوه فاني اللعيب راح وخد الخبرة ولعب مع الكبار وزالة الرهبة أنك بتكسب ببطل أمريكا الجنوبية وبتلعب جيم كبير قدام باين مينيخ وتيجي تروح تاني بتهيأل يعني فاني أنت مش هتلاقي الأول اللعيبة إحنا لو بصنا على أول ماتش باين مينيخ كنا ملاعب الكرة كويسة بعد ربع ساعة تلت ساعة بتدينا نكش ونرجع وراء وندفع فعلا وإحنا عملنا كده فعلا ما لعبناش كرة تاني يمكن في الديقة 65-70 لما بتديت السيقة ترجع لنا تاني لا الكلام ده مش يحصل السنة الكلام ده انت هتنزل بتلعب جيم مفتوح أه مش هتلاقي لو قابلنا تشيلس إن شاء الله مش هنروح ناجمه بالمراس مش هنروح ناجمه مش هنضغط عليه من ملعبه بس على الأقل لما نمسي كرة هنلعب كرة هنستمتع اللعبة إذن نفسها ثقاتها في نفسها هتزيد ما فيش رهبة خالص السنة دي عن السنة اللي فات الميزة المهمة جدا تعد الطرق اللعب يعني 3-4-3-4-2-3-1-4-3-3-3 الفرقة دلوقتي بيت عندها قدرة فنية عظيمة على إن هي تتغير حتى أثناء المباراة أخر ماتش اللي فات دولا وإحنا بلعب 3-4-3-3-3-4-3-4-3-3-4-3-3-3-4-2-4-3-3-4-3-4-2-3-4-3-3-3-3-4-1-4-3-4-3-4-3-4-2-3-4-4-3-3-3-2-4-4-3-4-3-4-3-4-4-3-4-3-4-4-4-3-4-3-2-2-4-3-4-3-4-2-4-5-3-4-3-4-4-4-4-3-3-3-4-4-4-3-4-2-7-3-4-4-3-4-4-3-4-4-4 العقلية والتكتيك ليه لأنه بره في أوروبا هو بيتدرب كل لعيب في 11 لعيب يعني رقم 7 مثلا في الملعب لما الكرة تبقى مع 2 هو مكانه لو بيلعب 3 4 3 مكانه فين لو 4 2 3 1 مكانه فين طب لو 7 دخل بالكرة جوه رقم 2 ده رايح فين طب رقم 5 رايح فين فهو بيحفظ قبل ما ينزل الملعب الكلام ده مش موجود عندنا كمصريين المدربين بيتيجي تعاني عشان تحفظ فرقة ما طريقة لعب جديدة بسبب تهيد لاتي يعني معظم سكواد الأهلي ابتدت مش ابتدت أكيد فهمة خلاص ما هو دلنا بقوله لك ان تعد الطرق اللعب وإتقان الطرق دي بيدينا رياحية وبيدينا كواليتي مش موجود عند أفريق أعتقد عند معظم اللعب الأفريق ماشي إنما هنلاقي في كاس العالم الطريقة دي في كاس العالم لانديها هتبقى الدنيا يعني زي ما بيقول كل واحد بيلعب في مكان مفيش عشوائية وطول ما مفيش عشوائية طول ما اللي استمتاع بلعيب الكرة في الملعب لعيب الكرة ذات نفسه بيبقى مستمتع أكتر من أي حاجة عشان كده أنا شايف أن البطولة القادمة إن شاء الله كاس العالم لانديها أعتقد أن احنا نبلي فيها بلاء حسنا ونروح لحيطة أبعد إن شاء الله إن شاء الله يبيني فيها بلاء حسنا